بعض السياسيين هون في كندا وصفوا هذه المظاهرات وتجمعات والصرخات لإيقاف في القتل والإجرام وصفوها أنها مظاهرات كراهية فعلا مظاهرات كراهية كراهية القتل كراهية النفاق كراهية تقطيع الأطفال والنساء كراهية الخنقة التي صار لها 17 سنة على غزة كراهية الاحتلال التي صار لفوق 70 سنة كراهية الظلم نعم إنها كراهية ولكن من نوع آخر يا أيها المنافقون من السياسيين في كندا من قال أنها مظاهرات كراهية كراهية الكلام العفن هذا اللي نحتاج في وقت مثل هذا أنتم تصرخوا لا لقتل الأطفال لا لقتل النساء لا للإجرام ولكن صرختم بما في قلبكم الخسيس أكرم الله الكرماء أكثر من صاطع الرسول صلى الله عليه وسلم موقع